اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين؟ أختم بموضوع اسمه كيفة ولماذا اتقالوا بجملة واحدة للمسيح فقلت إيه؟ نفكر فيها لأنها مرتبطة بموضوعنا والموضوع ده بالذات يتهيق لي مناسب للي عايشين برا مصر اللي هي اللي عايش فيكم برا مصر أغلب الناس قبل ما تنزل الصبح لازم تسمع أخبار الوزر إيه؟ اللي جو لأنه إحنا الحمد لله جو كما كان هكذا يكون مش فرق يعني هننزل هننزل والدنيا حر حر مش فرق لأ برا ممكن تفرق جدا إنه يكون فيه إعصار ممكن يكون فيه تلج ممكن يكون فيه حتة مقفولة فالموضوع ده بيشغلهم قوي ربنا يسوع أعلق على الموضوع ده على حكاية الاهتمام بالوزر بالجو والناس على طول بتعمل حسابتها في الوقت إن فيه موضوع أخطر محدش بيحطه في اعتبار تعالوا نقرأ النص ده اللي قاله المسيح في لوقة 12 ثم قاله أيضا للجموع إذا رأيتم السحاب تطلع من الغرب للوقت تقولون أنه يأتي مطر فيكون يعني إيه؟ من بدر الناس بتعرف تقرأ تتوقعها يبقى كده هتمطر فيه سحابة جاية من الغرب بالدنيا مغيم وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون إنه سيكون حر زي الخمسين كده والبتاعاتنا دي الريح الخمسين إيه؟ فيكون يعني توقعاتك بتطلع صح طب وديت زعالك ولا يا رب؟ هنا بقى فجئنا بالتعليق ده يا مرؤون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم ابزل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه لألا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير أنا وقفت عند كلمة كيفة لا تميزونه ولماذا لا تحكمون بالحق إزاي مش مميزين وليه مش بتحكمه صح؟ إزاي مش مميزين وليه مش بتحكمه بالحق؟ تعالوا نفهم المسيح لو المجد إيه اللي زعله؟ لأنه هو ما فيش حاجة تزعل خلينا نقول أن البشر شطرين في حاجات وخيبين في حاجات أهم دي كقعدة كت موضوع نسبي جداً فهنا في جيل المسيح واضح أنه كانوا بيعملوا زجيل ده يعودوا يقروا الوذر عشان يقدروا يشوفوا حلهم الحر إيه والمطر إيه فهو اللي هم شطرين فيكون كلمة يكون يعني يكون يعني توقعاتكو بتطلع مظبوطة قولته المطر هينزل يطلع مطر الدنيا هتطلع حر بيطلع حر إنما توقع المطر وتوقع الحر ده زي ما قالها ربنا هسوع طب ليه مش متوقع المسيح أو زي ليه مش متوقع العمر هيخلص أمتى ليه مش متوقع المطلوب منك ليه مش متوقع ربنا بيقول إيه في حاجات أهم الواحد مش بيتوقعها معين ليها إشارات كتيرة وانا كنت في الدير قرأي فرهبة من الرهبات سألتني سؤال ده اللي خلاني حضر للموضوع قالتلي رهبة طيبة وعجوزة وشطة دمها خفيف قالتلي كنت فاكر إن هم يقولهم يا أخبياء سألتلي ما قالش يا أخبياء قال يا مرؤون قلتلي ده أول مرة تسئل السؤال ده أروح أدور وليه ما قالش يا أخبياء وقال يا مرؤون هي عاوزة تقول ما هو من الغباء إن الواحد يبقى فاهم في أمور الدنيا قوي ومش فاهم الحاجة الأهم فكانت عاوزة يوصفهم بالغباء قلتلي هو وصفهم بالرياء وإيه الفرق بين الغباء والرياء فكركم في حكاية كنا نسمعها زمان وإحنا صغيرين لأن راجل مصقف قوي بس شايف روحه ركب مركب في النيل مع راجل ما راكبه غلبان فحب إيه يستغل عليه يعني فقال له الكتاب ده ده كتاب مش عارف فيزياء بقى قريته قال له ما بعرفش أقرباش قال له ده أنت فتك نص عمرك وبعدين مسك كتاب رياضة قال له ده بقى كتاب بقى مش عارف إيه صدل يقول له كده كتاب كتاب ويقول له ما بقراش ما بقراش وبعدين المية لعبت شوية كده قال له أنت بتعرف تقوم يا أستاذ قال له لا قال له فتك عمرك كله ساعات بنبقى كده في حاجة مهمة قوي إحنا ركنناها ليه بديتنا بكرة هنروح فيين عملنا المطلوب ولا لأ ونقعد بقى نتميز ونتفوق ونبدع في أمور وكدأ من عقلنا كتير قوي ما تفرقش يعني في الشوپنج مثلا ربنا يسطر الستات ما يزعله ألاقيهم يعيني يمشي على رجليهم بالتلات أربع ساعات ويمشوا المول طالع نازل بالخمس مرات ومش عارف جايبين للرجلين والصحة دي منين وبعدين تيجي في الأداس تقولك بيطول مش مستحملة توقف ساعة طب أنت أساسا قدرتي تجيبي الطاقة دي ده سبع ساعات في المول مرة رجل كان بيقولي لما بروح أمريكا باخد كتب قد كده أروح مع أمراتي المول وأقول ربنا يديها الصحة تسابني الصبح في القهوة ترجعلي بالليل وهي دي فسحتنا وهي دي صمام الأمان هي لازم تعمل كده عشان نعرف نعيش بس طبعا الشوپنج ده كله وطبعا تبص على المحل خمس سبت مرات وغالبا ما بتشتريش في المرة دي أنا مش بقول ده خطيئ لا بس بقول هو فين المجهود ده كله في حاجة أهم اسمها مثلا خلاص الناس أو دراسة الإنجيل أو نقاوة القلب أو ربنا عاوز مني ايه في موضوع أخطر جدا من المركات ومن السيل واشترينا حاجة رخيصة وفرحانين بيها قوي دماغنا في حتة مش مظبوطة فهمتوا الفكرة فعشان كده المسيح بيقول لماذا لا تحكمونا بالحق يعني احكموا كده هو ده منطقي انك تضيع دماغك في ده كله الحاجات دي والحاجات الأهم دماغك ما بتروحش فيها خالص هنا تلاحظوا حاجات كتير شو واحد مثلا يبقى في شطر قوي في العربيات ومتميز جدا وبتاعه وهو مش أساسا ميكانيكا مثلا لكن هو غية كويس حاجة جميلة بالذات في بلادنا عشرة العربيات بتوقف كتير بس انت واصل لإيه في الروحانية ده انت ربع الكلام ده في الروحانية كنت زمانك بقيت قديس لكن دماغه مش في الحتة دي فهنا غباء أو رياء ما زي القضية الانشغال عن الأبدية يستحق اللوم الإلهي أو التبكيد ازاي ناس تعيش العمر ده كله وعندها كنيسة وعندها إنجيل وعندها قوى الأباء وعندها تعليم والموضوع واضح وصريح انه العمر بيخلص وفي بعد كده ملايين من السنين انت بتحددها في عمرك هتروح يمين ولا هتروح الشمال الموضوع ده مش شغلك كفاية ليه يبقى فعلا نستحق العتاب الإلهي لماذا لا تميزون وكيف لا تحكمون يعني ده الموضوع يتميز بسهولة قوي والحكم واضح قوي مفروض الحاجة الأهم تاخد عقلك أكتر عشان كده لازم يحصل في لحظة جماعة فرامل للاهتمامات الحاجات اللي بتهمك زيادة لازم في لحظة تاخد موقف وتقول هي مش مهمة قوي عشان أعمل فيها كل ده زي اللي مشغولين بالسياسة زيادة الحقيقة المشغولين بالسياسة ربنا يعينهم لأنه أكيد بيتعالجوا من ضغط وحاجات كتير إنما هتوصلك لإيه يعني ربع الدماغ دي لو راحت لحاجات روحية أو خدمات ده أنت كنت تبقى عطعت شوط رائع وهكذا كمان يمكن سماها يا مرؤون ليه لأن اللي مشغول قوي بالوزر مركز قوي على الماديات والجسديات ما هو قولة مطر أو حر طبعا هياخده شمسية أو هيلبسه خفيف أوكي معاهم حق يعرفوا أخبار الدنيا بس إحنا كده مركزين قوي إن إحنا ما نعرقش أو ما نبردش طب وروحك قلبك يعني مش مركز إنه يبرد أو يسخن أو تمطر فمين المبدأ اللي عاوز أقوله واضح إن الناس اللي بتفكر كده هي مش شايفة غير إن حياتها شوية أكساد هنأكل إمتى هنشرب إمتى هندفع إمتى المطر نعمل معا إيه لكن كأنه ما فيش إيمان بوجود الروح ومن هنا تيجي مفهوم كلمة الرياء الرياء المرائي هو إنسان لا يرى إلا أكساد ولا يرى إلا ماديات لا يرى روح يعني ربنا يسوع في فلسفة الصوم بيقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يعني إيه كلام الروحي ده بيأكل جوه فيه أكل طعم تاني غير العيش والفول ليس أماريا أقترح يجوز لأنه الإنشغال بالمظهر أو الخارج بيجي على حساب الداخل عشان كده اكتشفت أن فيه آية في نفس الإصحاح أو الإصحاح اللي قبله بتقول يا أخبياء مش يا مرأين المرأة أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا يعني إحنا مركزين ليه أوي بره كده طيب ما فيه حاجة جوه اسمها أروحنا وهي دي اللي هتحدد مصائرنا تعيش ستين سنة تعيش تسعين سنة ربنا يدي العمر مش مهم العمر المهم بعد كده واللي بيكلم على بعد كده ده بيكلم عن نفسه روحه الجسد مش هيفرق إنساننا الخارجي يفنأ الداخل يتجدد يا وما فيه الرياء كمان نوع من الكذب وده كان سمة مجتمع اليهود وعشان كده المسيح استخدم اللفظ ده كتير يا مرأين دي بس هو مازال موجود في مجتمعنا جدا إن ساعات الناس تعيش كذبة كبيرة يا جماع فيه ناس كتير قوي عايشة في كذبة المظاهر كذبة وخداعة الشهادات ساعات تخلي الواحد عايش في كذبة كبيرة الفلوس ساعات تخلي الواحد عايش في كذبة كبيرة عشان كده ربنا يسوع له كلمات كده جميلة في الجون يعني متى كانت لواحد أموال كثيرة ليست حياته من أمواله يعني لو فيه فلوس كثير من لهاش علاقة خالص بالحياة العمر بيخلص للغلبان وللغاني الرياء ممكن يكون الدعاء الشطارة الناس لما بتتكلم انه ايه توقعاته طلعت صح بيبقى فرحان بروحه يعني سيانا هو بيطلع انه حكيم في نظر نفسه لانه طالع انا قلت حر طالع حر قلت مطر نزل مطر طب يا حبيبي انت جاهل بحاجات اهم من كده غرض حياتك ايه معرفتش فيها ايه جميلة في قفاس والس 2 تقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فقعدها لكي ينزلك فيها تصور ان اجيت اخر عمرك قلت مفيش مرة فلتت مني وانا بتنبأ بالطقس يا سلام طب حالتك عرفت ربنا كان عاوز منك ايه طول حياتك مخلوقين لا اعمال صالحة سبق الله فقعدها لكي ينزلك فيها سالكت في الخطة الالهية لا عشت اللي كان ربنا عاوزك تعيشه لا بس انا في الطقس اكتر من الارصاد وبعدين هنا ندخل في كيف بقى قال كيف لا تميزونه تعرفون ان تميزوا وجه الارض والسماء كلمة تمييز قريبا لكلمة حكمة شوية والتمييز بيعتبروه في لغة الاباء الحكمة العالية اللي عند القدسين انه يميز الحاجة صح ولا غلط حتى الامور المتخالفة يعني المتشابهة يقولك لا دي مش حلوة دي فهينا احنا بنعرف نميز حاجات كتير قوي البضاعة دي مضروبة الاكل ده طعم وحش مش عارف ايه بس في امور تانية اخطر مش بنميزها مثلا هم اليهود لم يميزوا ان زمنهم كان اخطر زمان في تاريخ البشرية ليه ما عاد موجود المسيح على الارض عشان كده قال لهم هذا الزمان لم تميزونه ليه لان ما عارفوش ان اللي بيتكلم ده ربنا راحت عليهم اخطر لحظة ان المسيح ربنا بيتكلم وماشي على رجليه على الارض وهو راحت عليهم انبياء وابرار كانوا نفسهم يحضروا اللحظة دي ثم هذا الزمان لم يميزوه ما حسوش بقيمة التجسد وما ذكر عنه ملء الزمان احنا كمان في عز الزمان بتاعنا ده عز القهد الجديد احنا بنتناول جسد المسيح احنا نروح القدس ساكن فينا احنا سكة السماء ما بقتسه صعبة كل اللي قلنا ده على فكرة مش صعب بسعوز تركيز لما تعمل الرحمة ربنا بيغرع عليك في حياتك بتمشي اسهل يعني لما بتعمل خير داخل السماء وكمان يومين الارض بيعدوا بسهولة طب اذا الموضوع مش صعب لكن بتوع العهد القديم كانت زبايح وفرايد واختسالات وحرفيات وشغلة مش سهلة ابدا طب هل انت مميز ان انت في زمن حلف ولا مش مميز انه اشكرك يا رب ان انا في كنيسة ابطية بتعلمني وبتشجعني عصيها وبتفرحني بالقدسين وبتزقيني ع السماء زا طب ده عز او زمان المعجزات احنا في الزمن ده بنسمع معجزات البابا كرولوس ولا غدسين كتار طب انت لا تميز هذا الزمان وفي اكتر من العطرة بتظهر والنور بيطلع يوم ثبت النور في زمن واضح ان احنا حوالينا ربنا بيتكلم وبيتكلم بصوت عالي فكيف لا تميزونه يبقى واضح ان اللي قاله ربنا كله مظبوط هنا عاوز اقول ان الزمن اختلف بمعنى ايه اقارن بسرعة كده كناس دارسين او خدام بين هو افر العهد الازيم عن الهاند الجديد لان دي دايما قضية شائكة البعض بيتلخبط فيه هو ربنا هو هو اول قاعدة لازم نرجعها ربنا هو 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 اللي تغير الزمن يعني البشر يعني الجيل يعني دماغ الناس وبتغيير الناس اللي بيتلقوا رسائل الالهية ممكن تتغير نوع الرسالة لكن من ناحية شخصية ربنا ربنا هو هو فمثلا العهد الازيم بيقول المسيح جاي بزيادة عن تلتمية نبوءة طب النبوءات دي تحققت يبقى خلاص مش هنيجي نتنبأ تاني في العهد الجديد عن التجسد خلاص خبر التجسد واضح في الاناجيل فدفر ان العهد الازيم بيشاور على العهد الجديد والعهد الجديد بيقول اللي قالوه حصل فدفر الزبايح وقفته عاد القديم في كمية زبايح ضخمة بتقوس وتفاصيل كتيرة بس ده كله ده وقف ليه لان كل ده كان اشارة للمسيح الزبيح سيبقى خلاص زبيحة بقى لو انت تعمل الفقرة زبيحة ده مش طاقس ده مش حاجة يعني ملهاش علاقة بفكرة الطاقس الزبايا الوصاية الوصاية اكتملت ليه هو ربنا قال لا تقتل لا تقتل سريا في العهد الجديد طبعا لكن كملها لا تغضب قال لا تزني سريا يعني دي مجديد بس كملها بلاش النظر الوحش قال عشان مستواهم عين بعين وسامنبسان بمعنى ايه لما حد يأذيك رد عليه ده كعهد قديم لانه هما ما يستحملوش اكتر من كده قال سمعتم انه قيل للقدماء ممكن اقول لكم بقى نكملها الدرس ده احبوا عدائكم يبقى هنا المسيح ما غيرش الوصاية بمعنى قلبها لا ما قالش اقتل ما قالش ازني ما قالش حارب ده هو طلع بيها درجة عشان تبقى شريعة الكمال عشان كده تلاحظوا لما اي شريعة اخرى تيجي ترجعنا تاني عين بعين وسن بسن تبقى انتكاسة على طول ما تبقاش ده خط ربنا ابدا خط تصاعدي ليه بيطلع بالبشرية من تحت الفوق فاحنا وصلنا الى مستوى كمال سمى الانجير شريعة الكمال حب الاعداء ده ما فيش اعلى منه دي مثاليات اجمل ما يمكن النقاوة العين دي مثاليات العطاء بسخاء دي مثاليات ما فيش بعدها خلاص فما ينفعش تيجي حاجة شرائع اخرى بعد كده السبت والختان انتهى لان السبت كان بيشاور على عمل الله اللي اكتمى اليوم الحد لان السبت شوهوا اليهود فالمسيح لما قام بقى احتفالنا الحد والختان كانت علامة جسدية عشان تيميزوا شعب ما عادش له قيمة علامتنا احنا معمدين مؤمنين متعمدين فما عادش الختان له قيمة يبقى لما بقرأ العهد القديم مش بقولي تلغى لا ولا بقول ربنا اتغير ربنا ما اتغيرش بس فيها تطور في البشرية ففي حاجات وقفت وفي حاجات اكتملت واضحة لانه اليهود مميزوش هذا الزمان يعني محسوش بالنقلة دي مصرين ان يسوع النصير يفضل يهودي فقللهم انتوا دمخكوا وقف عرفتوا تميزوا المطر هينزل امتى والحر داخل امتى مميزتوش ان ربنا جه عشان يغير البشرية كلها ويدخلنا في اخر مرحلة في قبل ملكو تسم البر البر يعني البرفكشن او العيش الصح او اللي يرضي ربنا اللي يرضي ربنا في العهد القديم انك تاخد بالك من السبت وتبقى خاتن عيالك في اليوم التامن وانك تخسل ايديك قبل الاكل وانك يوم حاجات حرفية كلها الحياة ده خلى كل اليهود ليس بار ليس ولا واحد محدش ما قدر على كل ده البر في العهد الجديد الموضوع مختلف احنا بنقول له رب انا وحش سمحني سمحتك بار فاكرين العشر لما صلى وقال ارحمني انا الخطي تعبير المسيح ايه نزل مبررا ايه ده مبررا ده ما عملش زبايح ده ما ملتزمش بالثبت ده ما طلعش الاشور موضوعه هو ببساطة ايمان وتوبة واسرار ادي البر في العهد الجديد يبقى هنا ما ينفعش نرجع تاني حرفية السبت تجيب بر لا ده فكر يهودي مش مسيح عشان كده السبتيين او الادفانتست لا لخبطوا التسلسل الالهي رجعوا السبت له كرامة غريبة طب السبت ايوه احنا محترمين كلام ربنا من العهد القديم بس انت ليه ما نقلتش مع الزمن الجديد ليه ما طلقتش الطلعة بتاعت العهد الجديد تعرفون انتم لا تعرفون انتم ميزوا هذا الزمن هنا في العهد الجديد ما عادش في حاجة اسمها شعب بعينه مختار في العهد القديم ايوه في شعب اسرائيل المختار في العهد الجديد كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله واصبح العالم كله هو شغلة الكنيسة الكنيسة مش بتشتغل على اقباط او مصريين الكنيسة بتشتغل على العالم مسؤولية الكنيسة ترجع الدنيا كلها الربانه فالأبرورش مختلف خالص عن عقلية الاهد القديم هل ده معنى العهد القديم اتلغى لكن هما مش عارفين يميزوا النقلة اللي عملها ربنا كمان لما بيقول هذا الزمان كيف لا تميزونه هذا الزمان هو العد التنازلي للمسيح جاي وقال انا جاي فاحنا بقينا بنعد عد تنازلي يعني ايه بنبص في الساعة القيمة الوحيدة للساعة ربنا قرى بيجي فاكرين ابونا يسطس الانطوني لما كان يقول ايه الساعة كام هو كان بيقول الساعة كام يعني ايه الحق لانه يا المسيح جاي يا انت هتروح له خلاص ما عادش في حاجة تالتة مفيش حاجة تاني مفيش انبياء يجوا يشرحوا لنا حاجة تاني خلاص كل حاجة خلصت ووصلنا للمحطة الاخيرة دلوقتي منتظرين ما جيئوا التاني عشان تكتمل القصة كزء الاخير ولماذا بقيت اعتاب المسيح ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفسكم الرسالة اللي عاوز اوصلها في اخر محاضرة لما تلاقي نفسك فاهم قوي في حاجات حلوة في الدنيا ما تفرحش بنفسك قوي عاتب نفسك انه امور ربنا ما انتاش فاهم فيها كويس فتبقى حاسس لا عشان اروح السماء مفروض بقى ابطل المفهومية الزيادة بتاعت الدنيا واشغل الفهامة في اتجاه مظبوط لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفسكم ساعات هي بالبلد كده هو انت ليه مش حقاني مع نفسك ليه مش حقاني مع نفسك يعني ما حد يقول لي امنا الماظر تريزا مثلا دي كاتوليكية وبتاع قوله ممكن تبقى حقاني مع نفسك حضرتك عشت ازاي وهي عاشت ازاي هي ثابت العالم كله عشان تعيش في ظروف قاسية جدا عشان تخدم ناس بتموت كل يوم وتبهدلت في حياتها انت متصور واحدة زي كده حضرتك هتتقارن بيها لمجرد ان انت بتقول اصلها دي كاتوليك وانا ارثو دوكس اد مغدية ما تحكم ما تبقى حقاني ما تبقى حقاني في نظرتك لكل شيء لا هنا طبعا ممكن يبقى فيه تعصب لما الواحد يبقى بيبص بصة مليانة تعصب مش بتكلم في عقيدة هنا بنتكلم في مدرسة في ناس واضح بيحبوا ربنا اكتر مننا ما تخليك حقاني هو انت لما تلاقي واحد بيتعب قوي عشان ربنا مش تبقى حقاني ما تلاقي فقير بيشكر وانت غاني متزمر بزمتك كده دي ما لهاش اعتبار عند ربنا مش تخليك حقاني لما تلاقي مريض مهتم بالخدمة وهو مريض وانت سليم ومستخسر صحتك في الخدمة مش تبقى حقاني تفتكر ربنا هيقراها ازاي هي دي محتاجة محتاجة تحكم على نفسك بي فير بقى يعني في حاجات you have to be fair هي ببساطة كده انت اللي تحكم هو ليه ربنا يفوت لك وما يفوتش لغيرك ما تخليك حقاني لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفسك اللي ما زاد دي على فكرة تقلت كتير قوي في كلام المسيح لانه ربنا يسوع له المجد كتير ما يلجأ للوجيك للريزونينج يعني ايه فكر خليك يعني اعقل الأمور زي مثلا لما قالوا الست دي ضيعت الفلوس فقال لهم لماذا تزعجون المرأة واحدة بتحبيني وجايبها ليه دية غالية زعلان ليه يا يهوزان هو الاجابة اصلي بحب الفلوس فهمين الفكرة بس هو مش عاوز يقول الاجابة دي هو عاوز يقول خسارة الفلوس في الفقر الفقر يا حرامي يعني لا يحكم بالحق انت مش الفلوس اللي مهمة ولا الفقر انت عشان فكرت ان الفلوس دي كتتدخل عندك في السندوق مثلا لما بيقول ايه لماذا تهتمون بالبواقي مثلا في وعزة المسيح عن الاهتمام بيقول ما تهتموش لأكلكم ولا لشربكم ولا قال لهم لو انتو هتميتو هتعملوا ايه في حياتكم يعني هتطول نفسك يعني طب اذا كنت ما تقدرش تغير شعره بيضل شعره سودع يعني مهتم بالدنيا بزيادة ليه عيل الهم زيادة ليه يبقى ربنا يسوع عموما في كلمة لماذا بيخلينا ببساطة كده شغل مخك بس خليك حقاني في حاجات كتير قوي لو شغلنا مخنا بشكل حقاني هنلاقي نفسنا عارفين سكة السماء صباح وحاكمين على نفسنا صح لأن نوع الواحد سعب بيغالط مش رادي يبقى يحكم حكمه مصبوطة فن لماذا عاوز اقول احنا في التربية الحديثة بيقولوا او التعليم الحديث اخطر سؤال دايما هو واي لان في ناس كتير قوي بتعمل حاجات كتير قوي ما تعرفش ليه وفي حاجات كتير في حياتنا لو سألت نفسك وانت بتعملت كده ليه ما تعرفش جو وانت تنرفزت ليه مش عارف وانت مستعجل ليه هو انت زعلان ليه ما تلاقيش اجابة مقنعة فعشان كده الانجيل مليان كلمة واي ليه لأن لو كل حاجة بتعملها بتراجع نفسك في كلمة ليه ممكن تفوق وتكتشف ايه دا دا الموضوع فعلا واضح بس انا اللي ايه مش رادي افكر ومش رادي افهم واي دايما بيقوله دي بتاعة الفيجن يعني اللي فاهمين قولت فيجن مش عارف بلانين كده الفيجن دايما بندخله عن طريق بتعمل الخدمة ليه دا اللي يحط لك الرؤية يعني يعاوز توصل ليه في الآخر فكلمة لماذا بتكشف لك الغرض النتيجة النهائية الجول in life ومن هنا الواحد محتاج يراجع نفسه ليه يعني انا عاوز اوصل بس الفكرة راجعوا ضمائركم دايما ليه بعمل كده ليه اتضيقت ليه تصرفت ليه تكلمت ليه حصل كده وهكذا لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفسكم غالبا بنجامل نفسنا بنبرر نفسنا اللي بيبرر نفسه يا جماعة بيضيع السام لو انا فضلت اقول انا صح وانا غلط اوكي بس انا مش هروح السام لو انا قلت ان انا مش محتاج توبة وانا محتاج توبة مريض بيقول انا كويس ومش محتاج عليك ماشي بس ايموت هي ببساطة كده فهنا الواحد محتاج يحكم حكم صح عشان يتعد المصار لما الواحد بيحلل الغلط اوكي بتعدي على الناس لكن مش هتعدي عند ربنا لما الواحد بيحكم حسب الظاهر برضو بيضيع السام اخر جزء بقى حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم ابزل الجهد وانت في الطريق لتتخلص منه لألا يجرك للقاضي ويسلمك للقاضي الى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن دي من اصعب الامثال اللي قالها المسيح ليه لان كان السؤال اللي شاغل القدسين مين الخصم ما هو قال لنا ما تكرهوش حد وفي حاجة اسمها خصام او خصومة فطالع ان الخصم في اغلب تفسيرات القدسين هو ضميرك ضميرك لو ضميرك نقح في حتة ما تسيبوش خصمك لازم تصلحه لازم تحيله لازم ترضيه لألا يسلمك للشرط في الاخر يعني ايه لو فضل العمر ماشي وانت مش ماشي ورا ضميرك انت ضيعت ابديتك وده كلمة ابزل الجهدي دي كحكمة يعني ايه الوقت الليل وطبعا التجبيه ده ورايب قوي للي بيحصل في الشارع المصري تخيل انك خبط عربية وبعدين ايه اللي قدامك ده شخص مش مريح ومسك فيك ويقول لك نعمل محضر ونروح الاسم وبتاع خلص رضي ويخلص عشان ما تعرفش هيضيع عليك يوم ويضيع عليك اعصابك فهي نفس الفلسفة ببساطة انه ايه ما دومت معه في الطريق بدل لسه في عمر بدل لسه في فرصة طب من ريح نفسنا من هذا الخصم الخصم هنا خصومتنا مع ضمائرنا وضمائرنا اصبحت حساسة لان الروح القدس يهز بالضمير هيحزبك على كلمة والنظرة والساعة والقرش خليك حكيم ابزل الجهد من هنا المسيح قال اكتهدوا اعملوا مجهود شوية عن كت انت تقدر تبقى احسن من كت تقدر تتعب اكتر من كت تقدر تصلي احسن من كت تقدر تدي وقت اكتر من كت تقدر تيجي على نفسك اكتر من كت اكتهد زي ما انت في ابنك بيذاكر بتقول له انت تقدر تاخد نمرة احسن من كت ان احسنت افى لا رفع يبقى القصة تحتاج دايما الى اجتهاد الاخص اللي قلته مين هيدخل السماء بنعمة ربنا انتو لما نكون عايشين في ايمان متمسكين بالتوبة جوه كنيسة بنحكم ضمائرنا مساكين بالروح بنحب بعض بنخدم اكتر من كده بننمو يوم بعد يوم في النعمة كده ساعتها يبقى لما تيجي المعاد نبقى جاهزين للقاء المسيح لالهنا كل مجدو كرامة الى اللعبة تعمل